على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الإخوة المشاهدون والمستمعون الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن استفساراتكم وأسئلتكم الشرعية بما يسر الله لنا تعالى من علم فعلى الإخوة الراغبين في المشاركة في البرنامج أو الاستفسار عن أسئلة شرعية الاتصال على أرقام البرنامج التي ستظهر أمامكم على الشاشة نبدأ بأرقام الهواتف 021-334-74-01 021-334-74-02 021-334-74-03 ويمكنكم أيضا أن تتواصلوا معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة ويمكنكم أيضا متابعتنا على البت المباشر على صفحتنا على الفيسبوك نبدأ ببعض الأسئلة التي وردت على البريد الإلكتروني قال أرجو نصيحة أو تقديم نصيحة للمعلمين والمعلمات الآن كثير منهم لا يذهبون للعمل بحجة لا يوجد عمل لا يوجد عمل يعملونه والمفترض الحضور ولو لم يوجد الطلبة وما حكم مرتباتهم التي يتقاضونها هذه الأيام هذه مسألة مما عمت به البلوى في الأسف للأسف يعني في كثير من المصالح الحكومية في ليبيا أو في ليبيا بصفة عامة تجدوا كل من الناس هم الذين يقومون بالعمل ويتحملونه فوق أكثافهم وبقية المضافين يتساهلون في عدم الحضور وفي الخروج مبكرا وفي أخذ الإذن وغير ذلك من الأمور هذا طبعا مخالف لما جاء به الشرع الشرع الأجير الذي يأخذ أجرة على عمل معين ينبغي عنه أن يؤدي ذلك العمل كما طلب منه الآن الناس الذين لا يذهبون هي في الحقيقة النصيحة تكون مزدوجة للناس الذين لا يذهبون والناس الذين يتولون إصدار القوانين أو الذين يتولون الإدارات يعني بعض الإدارات تغالي في الأمر ليس هناك عمل مطلقا والدمية غطلة حتى شبه رسمية من الدولة ومع ذلك يوزمون الأساتذة بالحضور ويعاقبونهم ويخصمون منهم وكذا وبعض الآخر الجهة الأخرى لا يذهبون مطلقا والله يشم مندير والله اللي معاش شوية والله ما عاش عندي مندير غادي لا هذا تفريط وهذا إفراط ينبغي إذا كان هناك عمل حقيقي قد لا يكون العمل في التدريس قد يكون مثلا في إعداد القاعات للامتحانات قد يكون في إعداد اللجان قد يكون في إعداد أرقام الجلوس قد يكون في تنظيف المدرسة في إعدادها خديجة الأخت خديجة من مصراتة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صديقي الشيخ معاش شوية المسألة كان طبعا أمريضة ملنة أي صديرة ده يجب أضربه ناخد بخاخة الفنفليل تاخد في شن ياخد خديجة؟ بخاخة الفنفليل البخاخة أيوة النوم اللي قبل كنت نسلم لكن كنت نتعب كنت نتعب وكنت نعود فينها لكن بعد الإحداث دي ساترة يعني في سنة 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 سنعت الشيوخ اللي بهين وشيخ من مصر جامع الأزهر قال إن هي ما تسترش عادي تستعملها لما تتعب وتستعملها واني تمرت لنزحة ردة في الليل نفسها نصبح يعني عندي ديسة تنفس يا أخت خديجة أنت تستعمل فيها يوميا ولا تستعمل فيها بفترة بعد فترة لا بيما نستعمل فيها يوميا نتحرك اه كنت حركت والله كان يرجبت ونضع لنجد سنة جارحة عندي كيسة ترسس نستعملها طول يعني تستعمل طبعا مش عارفة يعني عليها يعني رد هنو رد الشيام يعني ليه ما سلسات انت عمضان سنوات سلسات انت عربعة سنية ساسي كانوا ردة ولا نعطي عليها ممضي ولا مش عارفة يعني مش فهمها يعني الشاخ الذي يعني عدك اليوم في التسجين يعني هو آه هدي آه يتفطل و لازم من آه يعني تجي عنها لعني ثلاثة منها ماويا أخت خديجة شوية بالله يبعد معي على الخاط إذا كانت تستعمل فيها يوميا ومعاش حتى يوم تبي تقضي بعد ذلك ستستعملينها هذا في قول قوي من أهل العلم وأخذ بمجموعة من المتأخرين أنك تستعملينها ولا تفطرين تستعمل البخاخة وتكمل صايمة وصيامك صحيح أما إذا كان شوية بسوا بعضين نارد عليها أما إذا كان مثل تستعمل فيها يوم كل ثلاثة أو يوم في الأسبوع أو يوم في الأسبوعين هذه تفطر اليوم هداك وبعد ذلك تقضينه بعد رمضان لكن أنت على حسب ما فهمت من كلامك من الصنف الأول لأن كل يوم تستعمل فيها فلو بنقول لك أفطري وقضي لا تستطيعين القضاء بعد ذلك باعتبارك حتى يوم القضاء ستضطرين الاستعمال وسيفسد الصوت فأنت كدي بالقول هذا دير البخاخة ولا تأكلين أو لا تأخذين مفطرا آخر غيرها وصيامك صحيح الأيام اللي فاتت الأيام اللي فاتت كنت تستعمل فيها بكثرة ولا تستعمل فيها مرة مرة استعمل فيها مرة في النهار ولا مرة ثانيا في أيام الصيام هذه في السنين اللي فاتت يعني السنين اللي فاتت لكن في إمكاني كان ناخذ حبوب كنناخد حبوب فيه حبوب للغربو يعني نقدر نشت النهار لكن مرات ناخد حتى الحبوب يرجع لي صدري يجعني مرة كالنا ما وإذا كانت تستطيعين استعمال الحبوب ويذهب عنك الأذى في النهار على الأقل نقولوا لك معلاش شي يستعمليهم في نهار رمضان هذا طبعا إذا أجازة لك الدفاع نستعمل فيهم لك المرات ناخدهم الحبوب لكن نفضح مريضا نفضح صدري عندي جوز في النهار صباح يعني الطبيب قالك عاديات الحبوب ما هو مش خطيرات ولا حاجة والله ناخد فيهم من فترة يعني دينا ناخد فيهم نستعمل فيهم دينا لكن بالنسبة لطوانيلي بيرتك بالشكل هي بخاخة الجنطيلي إلا ما نفضح مريضا ولكنت حلقت شوية نجل منبخة ومنبخاش ما نستنفس ما نستحش لا معلاش الآن تستعملينها وتكملينها بقية اليوم صايمة ما تضطريش بعد استعمال البخاخة لأخذ دوام النوع آخر البخاخة فقط بخاخة الجنطيلي بالخدير نستعملها ناسر يعني بالكتير نستعملها بيش تتحلل الشعب الهوائي تمام استعملي البخاخة وأكملي صائمة ولا قضاءة عليك بإذن الله تعالى في الأيام اللي سات من رمضانات اللي سات انت سنوات اللي سات الآن ما فاتكي الآن لو بنقول لك اقضيهم بنفس الطريقة ممكن هذه تكون رخصة في نهار رمضان فقط فممكن تدفع عليهم فدية باعتبارك كنت في ذلك الوقت لا تستطيعين القضاء والله اعملي على اليقين يعني لو شكتي هل هم مثلا 30 يوم ولا 45 يوم يعني مش أقل 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 مثلا مثلا نقول انت شكتي هل في طرطي عشرة أيام ولا 15 يوما احسبهم 15 شكتي هل هم 15 ولا 21 مثلا احسبهم 21 لتخرجي من الشك الى اليقين يعني لو كان لو كان انت 15 ودفعت على 21 اواني عندك جزء منها صدقة عكس لما يطلع هم 21 وانت تدفي على 15 فقط فاعملي على اليقين يا أخط خديجة شفاك الله عز وجل كم اليوم بارك الله فيك كم اليوم كم اليوم نعم كم اليوم يعني كم اليوم كم اليوم كم اليوم أربعة دينار أو خمسة دينار خمسة دينار خمسة دينار ما شو بارك الله فيك باي شيخي بنشرك سؤال تاني مثلا اني عندي ولدي متجوز باي طبعا نتابع الحكومة مرة تنزل مرة ما ينزلش وهو متجوز يعني انت اللعلى صدقة نحسبها صدقة ونعطيها يعني يعني يصرفها على روحها والله نحتضلها يعني كنا نعاون فيه كمعاونة ونساعد فيه هو فقير يعني هو عاما يخدم ويخدم ومرة ما حصلش فذلك بنتها مرة ما ينزلش والله انت اعطيه اعتبرها صدقة او اعتبرها هدية او اعتبرها هبا كله فيه اجر اذا كان فقيرا اعتبرها صدقة وان شاء الله تكتب لك بر الابناء ومعها اجر الصدقة واذا كان مثلا حالتك ويسا اعتبرها من قبيل الهبا او من قبيل الهدية وكله فيه اجر باذ الله تعالى والتتابين عليه مبارك الله فيك الله يبارك فيك الاخ محمد من طرابلس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك وبرك الله في البرنامج عندي استثار بسيطة يا شيخ بخصوص الاراضي متاع الحبس تبع الاوقاف حدنا عدنا ارجم بالحوش المهم كان في نقلص عاية في الاجار طبعا الاوقاف كنا نقلص على عساس انه توصح سكني ما بعد الاوقاف شكل لجنة بداية السنة دي داروا حصل الاراضي الاوقاف تغير العقد من توصح سكن الى ارض تجارية طبعا الاراضي تغير المسكن يعني فانتا اه كنا هم عادره قازي دفص فيها في السيارات وشي يعني قازي دفص قابلاء عادتهم نحسبها بحكم المنطقة تجارية مغيرها سكنية تغير الاججار زي يمتقول مثلا 114 جروز الى 50 جرش يعني من خمسة ادعاف طمع هنف الى 7500 رقم كبر هجبا يعني ما الآن العقد الاول تم ولا باقي ولا شني العقد الاول هو ساري لكن هما شكلوا لجنة منهم ليهم فهمتها العقد الساري هو مرة ما لكن هما شكلوا لجنة داروا حفر جميع الاراضي المهم قالوا طبعوا تحني الارض متاعنا تجارية قلنا نحنين رأوا بحث الحوش هدي وقاضي يشقى فالدرس فالدرس قالوا لا انت بحكم منطقة سكنية تجارية وشي من غير الاسما تول ايه يا شيخ معناها بعد غيرهم التجارية معناها هل نستغلها نصها ندير عليها سياج نعجل كما صح ارض فضاء او شي تعاوني في الدخل لان مبلغ سبع الف خمسين السنة هل بي شيخ تغير الان يا اخ محمد هل العقد الاول انتهى وبيجددو لك بعقد شكل تاني ولا العقد الاول ساري العقد الاول ساري قداش ميزاله جديد قداش ميزاله الف في السنة لا لا قداش ميزاله ينتهي العقد الاول لا العقد الاول لا ما قلتاش هم طلعون جابونا ورقة يرى أساس راه الاجار تغير من الف إلى سبع الف خمسمية بعد رجعت الاوقاف قالوا وراه شكلنا لجنة ولجنة وحنين ماوقعناش علي شي يعني ايه بارعا عقد الاول اللي هو القديم فهمتها الوارد المقام معهم يقع علمونا انه عساس سنة طبعا يا اخ محمد اذا كان الاوقاف العقد الاول غير مجحف لهم ينبغي ان يتمسكوا به لان المسلمين على شروطهم نبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم فكان ينبغي عليهم اذا لم يكن مجحفا لان عقد الاوقاف للأسف فيها كثير من الاجحاف بالاوقاف وحقوق الموقفين الذين اوقفوا هذه الاوقاف فاذا كان العقد سليم كان ينبغي عليهم ان يستمروا على نفس العقد الى ان ينتهي وقت العقد عند التجديد بعد ذلك الان هم اللي عندهم الحق يقولون لك هذه الارض ب7500 تريد ان تؤجر نوقع معك عقدا لا تريد ان تؤجر خلاص نحن مضطرون لان نعطيها لمصلحة اخرى تستفيد منها لان ما يقدرش هما لو مثلا هي تتأجر بألف ب7500 واجره لك انت بألف تبدأ اشكالية لانه هكذا يضيعون حقوق الموقف الموقف هذا لما يطلعون 7500 في الشهر يزيد اجره فلهم ما تجاوزوا عن هذا الامر خانوا الامانة التي اعطاهم اياها الشرع فهم من حقهم يقدروا الاماكن بوضعها الحقيقي ومن حقهم يطلبوا الطلب الذي يريدونه ثم انت بالخيار يقولوا خيرتك تنفي ضررك عجبك المبلغ توقع معها عقدا جديدا لم يعجبك المبلغ انت لن تتضرر تعمل سياج بينك وبين هذه الارض والاوقاف بعد ذلك يتصرفون فيها كما يشعون لكن اذا كان العقد الاول ساري ولم يكن فيه اجحاف بهيئة الوقاف كان ينبغي على قل وقت التوقيع وقت التوقيع مثلا كانت الارض خالية وهم داروها ارض سكنية بالف دينار كما قلت انت في الشهر بعد عشر سنوات او تسع سنوات زاد المباني زادت كثيرا واصبحت المكان تجاريا في هذه الحالة لهم ان يغيروا العقد لكن بعد ان تنتهي المدة الاولى لانك انت عندما وقعت وقعت عقدا صحيحا فينبغي ان يلتزموا بالشروط الى ان انتهي العقد ثم بعد ذلك انت حر تبي تاخذ معاهم تاخذ معاهم ما تبيش تاخذ معاهم انت حر مسألة ان لو حسب هلك تجارية محل او غير ذلك للتجار لتساعد عليه هذا لا بأس به يجوز لك ذلك لانهم اصلا اجرهلك بصفة تجارية فتستطيع ان تستغل لها في التجارة ايه بضوط كيف اللغة مشيخة قلتولهم هذا انتم مدام احفظتلي تجارية قلتم معاهم اخر شي بنبنى عليها محل او مغصب اجرى مدام ادرت يجوز لك كذلك لانهم المفروض اجروا لك على اساس تجارية والتجارية يجوز فيها اتخاذ البحلات وغير ذلك من الامور التي تساعدك على دفع الاجهار الاخمسطة مغريان اخمسطة ايوة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه شايف عندي سؤال سرحت تفضل اه عندي صديقة عنده مبلغ مالي بلغني صادع اني حال علي الحول نطلع اذا كان في رمضان ناش اه فال ازي وتخلى ايه مبلغ جديد في رمضان مبلغ لبسبي فهل النبلغ الافتحد دخل عليه هل يدخل في الزكاة او لا هذا شك من السؤال دخل عليه من تجارة ولا من شيء اخر لا 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 من تصريف انت عدد دولار هذا من عرباب الاسر من ماذا من ال500 دولار من عرباب الاسر اه من 500 دولار ايو من 500 دولار وانت عرباب الاسر هذا الشيق ماولي شيق الشيق التاني هو عند والده الهديون هل يجوز الزكاة ان يخرج على والده لا 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 يجوز لا يجوز لان نفقت والده اذا كان فقيرا عليه هو يعني هو مش مجميل وانا بيعطي زكاة لا هو يجب عليه في الشرع وجوبا اذا كان والده فقيرا او لا يستطيع ان ينفق على نفسه يجب عليه وجوبا ان يعطي لابيه من ماله ليس من الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص قال انت ومالك لابيك فنفقت الوالد الفقير واجب على ابنه اذا كان غنيا وبالتالي لا يجوز له ان يعطيه من مال الزكاة مسألة اخ مصة مسألة المال هل هذا نعتبروه فائدة ولا نعتبروه ربح هذا الذي تولد عن الخمسمائة دولار المالكية يعرفون الربح يقولون ما تجدد عن مال مزكة يعني انت عندك مثلا اربعين الف دينار وشاركت بهم او اخذت بهم الخمسمائة دولار والاربعين الف هذا بعد البيع اصبحوا خمسين الاربعين الف هذا مال مزكة ولا ليس مال مزكة هذا مال تجب فيه الزكاة والعشر الاف الاخرى تجددت عن هذا المال الذي فيه الزكاة فنعتبر حوله حول الاصل يعني يزكي على الجميع في نفس الوقت نعتبر هذا من قبيل الربح من البال المزكة فيزكي على المبلغ كامل بربحه من الدولارات بارك الله فيك الله يبارك فيك الله عبد الناصر من الجبل السلام عليكم الله وبركاته الله بارك فيك بإذن الله الله يزكي بالمؤخذ يبنفسك سؤال فيما سبق سألك مرتين لكن بسرحة والله ما شابون عنه سياريت بالله يا شيخ بارك الله فيك جوان عليهم بالله عليه الله يزا كان فيه علم تفضل يا الله بارك فيك مشكور يا شيخ بنكلمك بخصوص ركزنا يا شيخ بالمؤخذ يا شيخ بخصوص يا شيخ الفنانين اللي يشيقولنا فيهم يا شيخ هذا بالمؤخذ قال لي يا شيخ بالمؤخذ يعني يلبسوا فيك فاطين وينكي يجو ويا شيخ يدرونا فطل أخبير يسمعوش من عاداتنا ولا من تقليدنا ولا من دين ولا الله يبارك فيك يا شيخ كلمة لوجه الله وللناس اللي تسمع فيك شي الشرع شي يقول يا شيخ في الناس اللي فاسبتنا اطباعنا وغيرتنا الله واقبو وانت ممكن يا شيخ يقدروا مني في أمورت هذه فبارك الله وفيك بارك الله وفيك يا شيخ بالله يرزوك رجاء خاص انك بإذن الله تسمعني مباشرة بإذن الله تعالى الأخ عبد السلام من ترابلس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بالله عندي سؤال فيه موظف يعني يشتغل في شركة لكن حرم من الحصول على المرتبات انتعها ما يقارب من عام تمام وبعتالي استقال من الشركة واعجز عن الحصول عن المرتبات وعن حقوقها فأقام عليهم دعوة تمام للمطاربة بأصل الدين هل يجوز لي أن يطالب بالتعويض عن الفترة اللي يحرم فيها من الحصول على المرتبات بالنسبة للتعويض بيكون مابي ومعنوي لأنك عدد عام بدون مرتبات يعني أم أن الأصل فيه أنه يقتصر على أصل الدين فقط تمام تمام أخي عبد السلام سؤال آخر بالله شيخ الله يبرك فيه تمام يعني إذا كان لا يجوز للمرأة أن تتفضى يعني مجلس القضاء وتفصل بين الناس ما حكم الأحكام التي تخضر من المرأة إذا كانت قاضية بإنهاء العلاقة الزوجية هل يصح هذا الحكم أنها هي صح تمام هي شكرا نعم ماشا لأخ علي من مسرات عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برحمة تانية فضل الشيخ نحييك ونحيي من الشيخنا لفاضا في دار الافتاء ونحييك أنا التناصح إن شاء الله الله يبرك فيك وإن شاء الله ربي يحفظها لنا في دارنا ويمن عليهم بالنصر يا رب العالمين يا رب يا فضل الشيخ مناسبك علي الزكاة يعني هل تجوز إخراجها لابن الأخ أو ابن الأخ تمام هذا السؤال والسؤال التاني حكم العمل في زي ما تقول في طحونة الشعير والقمح والكلام هدايا القش على الحيوانة وطلع في غبار واجدية حكم مثل العمل فيها في الصفية هل هي مخطرة أو مش مخطرة أو حاجة من الشكل العم يا أخ علي خير الطحونة العمل الحكم العمل في الطحونة في رمضان هي طحونة هذه يطلع في اخبار واجد يا اخبار يعنيها اخبار واجد وانت التي تشتغل فيها والا حد ثاني كيف Yasayани اللي تشتغل فيها ولا حد تاني? لا لا مش اللي تشتغل فيها يا حد تاني. اه تمام. بقى تسمع التفصيل بإذن الله تسمع التفصيل. الاخو اخت اية من شحات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اه ايوة تفضلي اخت اية. ايوة ايوة اخت اية نسمع فيك تفضلي. اه انا بنتسألك اه يا شيخ على السؤال. عليه? على السؤال لسؤال. اه تفضلي تفضلي. اه في واحد اه قريبي اه اه من المشتفة الكرامة اه قتله اثنين من مجاهدين بنغازي. اه تم يعني اه من اول ما قتلهم هو احنا في اخلان كوابيس. احنا فيهم اللي قتالهم عرفت كيف. يعني اه هذان يعني علامات غضب الله عليها. عرفت كيف. والله ما بتتلم هو مش بتغيه. عرفت. اه اخت اية والله الصوت كيكي. اينو? الصوت غير واضح الصوت غير واضح. اعيد السؤال اعيد السؤال الصوت غير واضح. قلت لك انا قريب يعني من المشتفة الكرام يعني حرف المجاهدين بنغازي. اه. بيكالفين بيكالفين مجاهدين بنغازي. او ما بيكالف وهو يحلم في احلام كوابيس. ومتضايق ويحلم فيه مزينادي يعني اعلمات غضب الله عليه. عرفت كيف? اه. وكيف يعني اه السوبة يعني يعني عرفت? ان شاء الله. والله هو سؤال ما اسمعتها كويس. يعني هو قتل اناسا واصبح يحلم بكوابيس سكي تقضي. اه نقصد اول ما قتال للمجاهدين عظيم وحتى تم يحلم فيه اللي قتالهم. اه يحلم بيهم يحلم بيهم يحلم بي الاشخاص الذين قتلهم. اه ويحلم في كوابيس. تمام. تمام. تمام يقول ايا. اه نخرج الان لفاصل اه بسيط ونجيب بعد الفاصل باذن اللي تعالى على اسئلة الاخوة الذين تقدموا باسئلتهم. اه. اطلوب العلم اخي فهو درب به نور. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلوب العلم اخي فهو درب به نور الهداية زار صدري. هو مبتدى انسي وعمري. فاعزمت للرحمن امري. وعلى خطاطها مشاي. يا نفحة القرآن فوحي. عطا على قلبي وروحي. يا بل سماء ليطوي جروحي. لولا الهداية مرتوي. اطلوب العلم اخي فهو درب به نور. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلوب العلم اخي فهو درب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه نجيب عن الاسئلة السابقة. الاخ عبد الناصر من اه الجبل يسأل عن استقدام الفنانين الذين يشويون الصورة الملتزمة للشعب الليبي. هذا لا شك انه محرم. لا شك انه من خيانة اه من بيدهم الامر. لما استرعاهم الله عز وجل عليه من الرعية المسلمة. فانت اذا اعطاك الله عز وجل حكما على شعب المسلم ينبغي ان تصير به على ما يريد هذا الشعب. لا تكون عونا للشيطان عليه. يعني عندما تستقدم الفنانين او حتى الفنانين من داخل البلاد اذا جاهزت اصلا تسميته فلانين. تستقديمهم ويلبسون ملابس خادشة للحياة. ويأتي الجبور مختلطا. وربما يكون فيه اه مش ربما دائما ما تكون فيه اه فساد عظيم جدا من اختلاط وتلاسق وربما اه اكثر حتى من مجرد الاختلاط والتلاسق. ينبغي على ولاة الامور ان يفعلوا عكس هذا الامر. بالعكس اذا كان فيه دعوة هم الذين اه يرفضونها. هم الذين يمنعون استقدام هذه الاشياء. هم الذين يمنعون الحفلات مثلا اللي مختلطة وفيها غناء وفيها لبس فاضح وفيها نشر للرذيلة والفاحشة في المجتمع المسلم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. فالنشر الفاحشة على هذه الطريقة هذا مما يؤلمنا. ولكن العبء الاكبر هنا يقع على اه اولياء الامور او على الذين وقعوا معه. هو الان المصيبة ليست فقط في مجرد نشر هذه الفواحش. هذه مصيبة ومصيبة عظيمة. لكن المصيبة الاخرى ان تدفع مبالغ رهيبة جدا لهذا الشخص من اجل ان ينشر الفاحشة والفجور بين المسلمين. وبقية الناس يبيتون امام المصارف ولا يتحصلون على مرتباتهم وغير ذلك من الامور. فمن استرعاه الله رعية وخانها بهذا الفعل. فحسابه عصير على الله او حسابه عصير يوم القيامة امام الله عز وجل. ومن تمام الامانة ان يمنع هذه الاشياء وان لا يستقدم مثل هؤلاء الاشخاص الذين يساعدون على الفاحشة. الاخ عبدالسلام بن طرابلس يسئل على شخص زيادة المال يعني مثلا مرتباتها مثلا عشرين الف يريد ان يرفع عليهم دعوة ليجعلها تلاتين الفا. هذا محرم يا اخ عبدالسلام. اللي من حقك انت فقط تاخد مرتباتك كاملة. مرتباتك بعض الخصومات والامور هذي كلها عشرين الف. من حقك ان تطالب بالعشرين الف. لو كان فيه اه ضرر معنوي اه جاء ضدك بحيط الناس يقولوا هاد علاش نعطوش اكيدا خانب او اكيدا اندير حاجة بتنفعش. في هذه الحالة من حقك ان تطالب بالتعويض المعنوي. اما التعويض المادي الان انت تب منهم عشرين الف دين كما افترضنا في المثال. فلو عودوك واعطوك تلاتين الف بناء على طلبك يصبح هذا سلف جرى نفعا. صحيح انت سلفتهم غصبا عنك مش انت اللي اعطيتهم برضاك لكن هو في الحقيقة سلف. وبالتالي ما زاد عن السلف يعتبر زيادة وهذه من قبيل الربا لا يجوز. لك من حقك تطلب التعويض المادي كما فاتك بالضبط. وتطلب التعويض المعنوي اذا حصل لك ضرر معنوي. يصل اذا كان المرأة قاضية وحكمت بفسخ العلاقة بين الرجل والمرأة. اذا كان اعتمد هذا في القضاء ورأوا المسؤولين عن القضاء ان المرأة يجوز لها ان تتولى القضاء. وجاءت في مسألة وحكمت بينك وبين الشخص اه وبين الزوج وزوجة بانفصال العلاقة. ينبغي ان يلتزم بهذا الامر. وإلا لو قلنا هيك الخلل من عدم الاستجابة لأوامر القضاء حتى وان كان فيها خلاف بيننا وبينهم. لكن مسألة ان القاضي اذا حكم بامر كما يقولون يرفع الخلاف. اذا كان في الفتوى في اكثر من قول ويأتي القاضي ويختار قولا واحدا منها لا يجوز لك بعد ذلك ان تخالف هذا القول. فاذا عينت هذه القاضية وحكمت بشيء معين ينبغي عليك ان تلتزم به لان لو كان انت ملتزمتش بتقول امرأة وهذا بيقول امرأة وهذا بيقول امرأة بعد فترة حتى الرجال ان ملتزموا باحكامهم وتصبح الدنيا فوضى وتفعيل القضاء هذا من اهم الامور التي ينبغي ان يكون عليها الاصلاح في ليبيا. اول مراحل الاصلاح في ليبيا قبل السياسة كل الاصلاح نريده من جميع الاماكن قضاء واقتصاد وسياسة واجتماع كل نريد الاصلاح لليبيا. لكن اول مسائل الاصلاح هي تفعيل القضاء في ليبيا. بعد ذلك سنرى هذه الفوائد تباعك. فاذا كانت هناك قاضية وحكمت عليك او لك ينبغي ام تلتزم بها. الاخ علي من مصراتة الاخ سليم من مصراتة. تفضل اخي سليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك بارك الله فيك. هذه سؤالين اللي اسمحت يا شيخ يا عبد المحسن. تفضل تفضل. سؤالين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من النار لا اعباء. يقول ملك يا فضيلة الشيخ عبد المحسن. لا هذه الحديث اللي تشتري. ما سمعت اشو الحديث يا اخ سليم. صنفاني من النار من النار? اه لا لا اعباء. ما? السؤال الثاني. اذا حدث امام الانسان مسلم لقدر الله عاد السيارة قريم. وكل الاهل في السيارة نشاء. اذا فيها من القائد في المركبة اللي يقود في السيارة معها. اه. وكانت رسابات بريقة. كيف يتم عملية الانقاذ? هل شاء الواجب مساعدة والساعدة? او ماذا نفعل? تمام. وبعس الله بكم والحمد لله. والدينا والديكم بإذن الله. الاخ علي من مساعدة يسأل عن الزكاة لابن الاخ. اه. الزكاة لابن الاخ تجوز. اذا استوفى بقية الشروط وكان فقيرا او كان غارما او كان مسكينا او كان ابن سبيل وكذا. يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. لا بأس بذلك. لان نفقته ليست واجب عليك. ومدام نفقته ليست واجب عليك. يجوز لك ان تعطيه من الزكاة. العمل في الطحونة في نهار رمضان لا بأس به. اذا كان هذا مصدر رزقه. ولا يستطيع ان ينفق عن نفسه الا بهذا العمل. يجوز له اه ان يشتغل. وحتى لو دخل شيء في جوفه. لا حرج عليه في ذلك. لا يفتر. لانه هو متعرض لهذا الامر. ما يعني اه. شغلة في هذا الامر. ومدام الغبار ينتشر ولا يستطيع او الدقيق او غير ذلك ينتشر ولا يستطيع ان يدفعه. فهذا لا يفتر. اه. لكن اه. عليه ان يأخذ الاحتياطات. اذا كان مثلا يستطيع ان يضع كمامة على انفه او يضع نقول احني فوطة او كذا اه مبلولة او ربما حتى كانت جافة. بحيث لا يصل هذا الغبار او هذا اه بقية الطحن الى انفه. فعليه ان ياخذ الاحترازات. فاذا بعد ذلك وصلت الى الانف لا حرج عليه لان هذا شغلة. لان لو بنقولولا لا والله لا يجوز لك ان تفعل ذلك. ياما بنقولولا معاش تشتغل. ياما بنقولولا بنقولولا عاود رمضان بالكامل. وهذه رخصة لبأس به حتى لو دخل لا حرج عليه. مثل مثل اه عمال المحاجر مثلا او الاشخاص الذين يتعاملون باشياء قد تدخل الى جوفهم دون اه ارادة منهم. الاخت اية من شحات اه حسب ما فهمت. قالت شخص قتل اه اشخاصا واصبح يراهم في منامه. هل هذا من غضب الله عز وجل. لا نستطيع ان نقول هذا من غضب الله او ليس من غضب الله. لكن هو الذي يعرف حاله. اذا كان ما يراه يمنعه من النوم. ويجعله لا يحيا حياة اه طيبة. وينغص عليه وينكد عليه في حياته. فهذا من تعجيل العقوبة في الدنيا. ثم بعد ذلك اذا اه اه لم يتب الى الله عز وجل. اذا لم يعرض اه اه على نفس اه يعرض اه نفسا للقصاص لاولياء الدم. بعد ذلك توبته ما قصة. لن نحني التوبة عندما تتعرض او عندما يكون الاثم في العباد. لا يكفيه مجرد التوبة بينك وبين الله عز وجل. لا بد معها من استسماح اهل الحق. او رد الحقوق الى اهلها. فاذا كان هذا قاتلا كما قالت الاخت ايا. يذهب الى اولياء الدم. ويعرضوا عليهم القصاص. فاذا وافقوا طبعا عن طريق المحكمة. مش هم يمشوا يبتلوه. لا ياخذ الامر قانوني. كي لا يكون الامر فوضى. احنا نطالب بتفعيل القضاء. اه يعرض عليهم في محكمة ولا كذا القصاص. اذا عفوا عنه بعد ذلك تكتمل توبته. اه توبته. واذا ارادوا تطبيق القصاص. وطبقوا عليه. بعد ذلك الامر هل تطبيق الحدود هذا جوابر او جوازر. مسألة اخرى بين وبين الله. لا نعلم ماذا يحدث. لكن لنعلموا ان من تمام توبته اذا قتل. اه يسلم نفسه بطريقة قانونية الى اولياء الدم. اما ان يعفوا عنه. واما ان يطبقوا فيه القصاص. الاخ عبد الحميد من السبعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل اخ عبد الحميد. اه شيخ اه المعجون يفطر في الرمضان المعجون. تمام. عندك سؤال تاني. والدينا والديك. الاخ سليم يسأل عن صنفاني من اهل النار لا نراهما لا علم لي بهذا الحديث ولا صحته ولا معناه. اه الاخ علي من سبراته. تفضل اخوالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله نشكر نشكركم على اللي داع التناصع الفاضرة ونشكر بالطاونكم معنا في هم بشار الله الكهين. مبارك الله فيكم. مبارك الله فيكم. وعندي اه تحوالي ثلاث أسرة يا شيخ نبي اللي جاء الله عنهم. حان نحاول معكم وحفظكم يا شيخ. بقى تفضل اخوالي. نجد لنصر انا نصاب عندي نبيه في بلايزر في يوني وندير في القترة يومين وحددنا بمرة في يوم وخمس مرات اني عندها بقطرة يعني. ومش عارف كيف صاره الطعن صاره في الحلق ولا طبعا اكثر من شعر صاره صاره ممكن بصمر اكثر من سنة يعني. القترة تتذوق فيها ولا لا تتذوق فيها يا اخ علي. والله مرات في نظم القترة تذوق فاعي يعني لكن مستعمل فاعي يومين يعني مجبر اني يستمرها يعني. ماشو الحال يعني مجد ما تتذوقها. لا مجدها نعم مرات ممتعة ممتعة مرات ممتعة 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 حالك يعني. مم تمام ما ابرات قليلة يعني تذوق فيها. اه اه اه. تمام بح سواء تاني. طبعا سواء الثالي في صارات الترويه طبعا نسمي في ترويه في الاسرة يعني. اه. اه. صارة طبعا كنت صنبين طبعا صارة اه ربائية بتسليمه واحدة بدون تشاهد واحد من الاخير يعني. اربعة. اربعة. اربعة ركعات يعني مع بعض اني تسليمه واحدة وتشاهد واحد لخيره. تمام بح. ان اه الشفعة وغلتها طبعا بكتابة ركعات بكتابة واحد يعني مندي شي يحكم من اه فيه. تمام تمام ان شاء الله. وانتبع الصارة الخير عندي جلسة طبعا عندها اه طبعا من تابة تابة الشهرية هلية. اه. وطبع ان نلقتها من قرانية ستة ايام يعني. تمام. وان اه طبعا احيان سبع يوم الدين واسر وواحد وكده. وقدمتنى بس امورها الدنيا عليه. لكن طبعا اللي رهاي دارة. كده شاهر رنزان سبع يوم وحصر معها نفس الشي. عادت معها اكثر استيادان. انو قيت مع اربعةش اليوم مؤكرة. أربعةش اليوم استمرت اربعةش اليوم. طبعا علي ان الكترة وصامة تجي تصديم الوجود حيضا معها يعني. يعني هي الدورة آآ ستة ايام استمرت معها اربعتاش اليوم. ايه ست ايام دو دارة غصر وكذا واستمرت في آآ. تمام. واستمرت معها ثانية ست ايام الاكثر ثانية. تمام تمام. وتود افضل تاني وسنفكرت الله وصالت يعني وصالت يعني. تمام. بارك الله فيش. تسمع 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 الاجابة باذن الله يا اخي علي. لخ علي من ترابلس. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحالك يا شيخ. الله يبارك فيك. بحالك الله فيك. الحمد لله يا رب العالمين. قولي بحالك يا شيخ. تفضل. صلوا في الصلاة الرفعتين هذه بعد بعد صلاة العشاء. اه. طبعا انا ملاحظها الا تو في رمضان هذا. في الايام التانية ما يصلوش فيها. شنو يعني ينبيت هنة تيها هاتي. كيف يصلوا في رقعتين بعد العشاء يعني. فوق بعد ما يقبل صلاة العشاء قبل اه قبل الترويح. اه. ينوضوا في اللي ينوضي يصلي في رقعتين. تمام تمام. فطبعا هاتي. ثانية ما فيش يصلي ما يتخليب من بعد. تسمع لي جعبا بان الله كان اه. اه. والسرعة التانية. تفضل. عندي قطعة ارض بعتها بهي. اه. وبنيت بها حوش طبعا ما كملتش الحوش انا. باه. اهل القيمة هاتي اللي بعتها و بنزكي اه نزكي منها ولا كيف يعني. انت انت الارض هاتي شريعة للتجارة ولا ورث ولا شني. والله انا شريعتها على اساس مرة نقول بنا نتاجر ماما نقول نبني فيها. طبعا. يعني نيتك انت لما شريعتها نيتك نيتك. انا شريت على اساس نبني فيها باهي. ما شريت اه شريت قطعة طين باهي. باه. على اساس واحدة بنبني فيها واحدة بنبيحها. باه. وبعدين? وبعدين طبعا ما بعت الصرف هيك منها. وبنيت بها طبعا ما كملش. لكن هل القيمة اللي بعتها هذه. بعت اللي. بعت اللي. بعت اللي ناو انت تبيحها يعني. نا مو بعت بنيت بها نا. نعم. يعني انت شريت شريت قطعتين ارض تبي تبيع واحدة منهم ولا يا. نبي نبيع على اساس بنبني بها لان اللي بنبيع بها بنبني بها. هذي تجارة تمام هيك مقصود منها التجارة يعني المقصود انك. يعني حوش لي انا. تمام ايه لكن انت شاري الارض مثلا بتشاريها بميت الف باش تبيحها مية وخمسين الف. الخمسين الف هادو يعاونوك في البناء مع المية الالف مالك الاصلي هيكي ولا هيكي صار? اه بضبط. تمام تمام. تمام. تمام جدنا. الاخ صليم المساطة يسأل عن حادث سيارة فيه نساء. اه عندما تتعارض الحقوق او تتعارض المقاصد يقدم المقصد الاكبر. يعني الان المقصد الاكبر هو حماية النفس. والمقاصد الاقل هو مثلا عدم جواز لمس المرأة او عدم جواز مثلا كشف وجهها او عدم زواز الاطلاع عليها من قريب مثلا او الاحتكاك بها. اذا تعارض هذان المقصدان مقصد حفظ النفس اقوى من مقصد عدم اللمس او عدم النظر. فاذا كان المسألة للنساء هادو اصيبوا اصابة بالغة وفيه نزيف ولو اني ما نبيش نقيمهم وما نبيش نمسهم ممكن يموتوا قدام عيني. لا هنا نترك المقصد الاقل ونجي نقيمها اذا كان مثلا فيه نساء في جنبي ويستطيعون ان يفعلوا هذا الامر. نخلي النساء هم اللي يديروا. لكن لو ما فيش واني لو تأخرت ولو اطلبت اصعاف ممكن يموتوا. في هذه الحالة يجوز لي شرعا ان امسكها مثلا ونحطها في سيارتي حتى الخلوة معها في هذه الحالة لا بأس بها. اذا كان هي قريبة تموت والامر صعب ونزيف وكذا. يجوز لك مثلا ان تضحها حتى انت كنت منفرد وكذا. تضع واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة حسب الحادث اللي صار امامك في السيارة وتنقلهم الى المستشفى. ولو ارقبت معاك شاهد ولا اثنين يكون افضل لحمايتك قانونا. وحمايتك حتى حماية عرضك بين الناس يقولوا هذا ما صدق الجاهة. لا. حط واحد ولا اثنين من اللي حاضرين الحادث بحيث يشهدوا معاك. ولا قولوا لهم قولي سيارة ولا اثنين تبعوني للمستشفى. بحيث يكون الامر لو حد تكلم بعدين ولا قال هذا كيف يجيم ولا كيف يرفحها مبروحة. يكون عندك شهود ويكون هذا ابعد عن المشاكل وابعد عن الشبهات. فما تقعدش تتفرج. لا يجوز لك ان تفعل افعال الاسعاف. لكن اذا كان الامر بسيطا يعني خدش بسيط او كده. ممكن جيه تحط في جنبها المية ولا خرقة ولا ما تريد ان تعالج به. تحطه في جنبها وتمشي تقول اي اختي هكذا تفضلي وتمشي هم خليهم يطببوا بعضهم وكده. لكن اذا كانت الحالة خطيرة وقد تؤدي الى الموت يجوز لك ان تتدخل ولا بأس بذلك. نخ عبد الحميد من سبيعة يصل عن المعجون. هو بداية الابتعاد عننا نهارا افضل. لكن لا قدر الله لو استعملت ودخل شيء الى جوفك. اه فعليك القضاء. ولو اتبعنا اه قواعد المذهب ربما ينزمونك حتى بالكفارة. وبالتالي الابتعاد عنا افضل. لكن اذا فعلت ودخل شيء الى جوفك تقضي ذلك اليوم. اه لماذا ينزمونه بالكفارة على قول قول هو القوي في المذهب. لماذا؟ قال لي انك انت الان لسه محتاجا لهذا الامر. لا توقف عليه مثلا اه صحتك ولا تتوقف عليه نشاطك في بقية اليوم. وهي زي عملية التجميل البسيطة في الاسنان. فهذه لا لا درر من عدم فعلها في نهار رمضان. فلو استعملتها ودخل شيء قالوا لك انت عرضت نفسك لدخول هذا الشيء الى الجوف. فيرتبون عليك الكفارة. فنصيحة ترك المعجون اه افضل. ولو استعملت ولم يصد الى جوفك شيء فلا اه يفطر في رمضان. لكن تركه افضل او الفعله من قبل النوم او قبل الفجر بقليل. لا خالي من صبراته يصل عن القطرة في العين. القطرة في العين الايام اذا كنت طبعا مضطر لفعلها نقول لك لابد ان تفعلها. لا تتركها. وإلا لقدر الله لو مثلا العين اه خسرت ولا انضربت تكون اثما. يجب عليك ان تضع القطرة وجوبا. منقول لك شو تركها اني. فضع القطرة اليوم اللي تجد فيه طعمها في حلقك. اكتبه. جيب مثلا امساكية وكذا. اليوم التي تجد اه احني نقوله بنتها في رقبتك. تجي تقول والله هذا عندي يوم قضى. عندي يومين. عندي ثلاثة. ثم بعد ان تكمل رمضان تنظر كم يوما وصلت القطرة الى حلقك. وتقضيها بعد ذلك. صلاة التراويح الطريقة التي قلت عليها. لا الافضل ان تسلم كسليمتين كسليمتين. والشفع الوتر. اه تسلم من الشفع. ثم بعد ذلك تفعل الوتر. مسألة انك تسليهم اربعة. يعني اللحناف مثلا يقولون ان يجوز صلاة اربعة. لكن بيتشاهد في الوسط. لكن انت ما فعلته اه 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 بمشهور المذهب. والقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثه مثه. فصلي ركعتين وسلم. ثم انت لماذا تفعل هذا الامر. انت لما تزيد التشاهد يزيد اجرك. ويكون صلاتك صحيحة على جميع المذهب. فافعل هذا الامر. مسألة الدورة اذا زادت عن مدتها المعتادة اه مرأة مثلا كما دخل الاخ اه علي. كانت دورتها ستة ايامة. استمرت بها مرة من المرات. هنا يا اخ علي عنا شيء قالوا له الاستظهار. الاستظهار تزيد ثلاثة ايام على مقدار الدورة التي كانت عليها. وتعطيها حكم الدورة. الان دورتها ستة ايام. استمرت دم اليوم السابع. تحسب من قبيل الدورة تستظهر يوما. زاد اليوم التامن تستظهر يومين. زاد اليوم التاسع تستظهر ثلاثة ايام. اذا استمر الدم بعد ذلك فهو عندنا دم علة وفساد. ما معنى اه كونه دم علة وفساد. يعني تغتسل اليوم التاسع. حتى وان استمر نزول الدم اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر. اه تغتسل وتصلي وتصوب. ولزوجها اميطاها اذا اراد. فبعد الاستظهار بثلاثة ايام. هذا كلها دم علة وفساد. لا معنى له ولا حكم له في الشرع. ايام الاستظهار التلاثة هذه تاخد حكم الحيض. اذا كانت عادتها مثلا ثلاثة ايام. تزيد عليهم ثلاثة ايام يولوا ستة. عادتها خمس ايام. وازداد الدم. تزيد عليهم ثلاثة ايام. وتولي عادتها اه ثمانية. وهكذا. لما نقصه تزيد ثلاثة ايام. هذا اذا لم ينقطع الدم. لكن لو زاد مثلا كالاخت هذه. اه دورتها ستة ايام. زاد الدم يوما. استظهار يوم. زاد الدم يوما تانيا ثم وقف. معاش مقولولها الثالث هذا تكمليه. لا. بمجرد وقوف الدم في ايام الاستظهار. تعتبر نفسها طهرت من العادة. اه. تغتسل. ويجب عليها الصلاة. ويجب عليها الصيام بعد ذلك. اه. بالاجابة عن هذه الاسئلة. نكون قد وصلنا الى نهاية حلقة هذا اليوم. ارجو من الله عز وجل انا كنا قد وفقت في الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم. فان كان صوابا فمن الله فمن الله وحده. وان كان خطأا فمن نفسي ومن الشيطان اعوذ بالله من شره ونفسه. اه والله ورسوله اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلب العلم اخي فهو خي فهو درب به نور. به ترقى به تحيا عارما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور. رمضان يا رمضان.